افتتح المركز الوطني لقياس أداء لجهزة العامة أداء مساء اليوم موقعه الإلكتروني وحسابه على موقع تويتر وقد أنشأ المركز مركز أداء أو أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويعد المركز جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء ويترأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأوضح المتحدث باسم مركز أداء محمد النفيسة أن المركز يعمل على قياس أداء الأجهزة العامة لدعم كفايتها وإصدار تقارير ربع سنوية لصناع القرار لإظهار مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة والتحقق من تقديم برامجها وفق رؤية المملكة 2030 وتطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل التجارب العالمية وضف المتحدث أن الأجهزة الحكومية أو الأجهزة التي تخضع لمعايير المركز هي الوزارات والهيئات العامة والصناديق والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة مشيرا إلى أن المركز يعد المرجعة لقياس أداء هذه الأجهزة وقال النفيسة أن المركز يعمل على تمكين وبناء القدرات للأجهزة العامة من خلال تقديم دورات تدريبية واستشارات متخصصة في مجال مؤشرات الأداء وكيفية قياسها لتحديد المخاطر واكتشاف الصعوبات ومعالجتها